السلام عليكم أولا بكم آخر كلام وحلقة جديدة على شاشة مكملين ستين يوم متخيلين شهرين شهرين وهذا الشيء قابع بوجهه الأسود بظلمه بجبروته بقمعه بإغلاقه للمعبر بكذبه بالدعائه بأنه يدخل المساعدات ستين يوم والمشاهد دي متكررة كل يوم ستين يوم وإحنا بنشوف بروح الروح أطفال نسبة سبعين في المية من الشهداء من الأطفال والنساء ستين يوم وإحنا بنشوف الجبابرة وهم مستمرين في تجبرهم وظلمهم وبجحتهم في إن إسرائيل لها حق الدفاع عن نفسها وإن أمريكا لا ترى أن إسرائيل تستهدف المدنيين على الإطلاق بل إن خماس هي من استهدفت المدنيين ستين يوم شهرين بالتمام والكمال شهرين وإحنا بنتفرج والعالم بيتفرج والناس بتتفرج على شعب بيباد ستين يوم مش ست أيام لا مش أسبوع لا ستين يوم يا جماعة إحنا بنتكلم على شهرين شهرين من الإبادة وجرائم الحرب والقتل والتشريد ولا حياة لمن تنادي حاجات كتير اتغيرت زي ما قلت في مقدمة الحلقة لكن طال الوقت على أهلنا في غزة المعاناة جديدة جداً المأساة الإنسانية كبيرة جداً هنحاول على مدار الحلقة النهاردة نتكلم عن هذا المسخ اللي بيتحمل مسئولية زي ما هو بيفتخر إنه بيقول دخلت سبعين في المية من المساعدات سبعين في المية من مسئولية ما يحدث من إبادة جماعية على يد هؤلاء لهؤلاء يتحملها هذا الشيء عبدالفتاح البواب أو فيما سبق كان يعرف به عبدالفتاح السيسي في الأسابيع الأولى في الأيام الأولى من العدوان الإسرائيلي كنت بكلم معاك إن الراجل ده ما وقفه كويسة إن الراجل ده تصريحاته عن التهجير حلوة والله يا جماعك الترخير وهذا موقف وطني هذا موقف يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني إنه يحافظ على القضية الفلسطينية وكنت في كل مرة بقول في نهاية الجملة ظاهريا لو تعاملنا بظاهر القول فالراج العظيم فالراج المبدع فالراج المبهر لكن يوم بعد يوم بدأت تتكشف نوايا هؤلاء القتلى والمجرمين بايدن وبنيمين نتنياهو في حق هؤلاء روح الروح أهل قطاع غزة فبدأنا نقرأ ونحط المكعبات جنب بعض عشان نكمل الصورة فاكتشفنا أن هذا المسخ الجنرال عبدالفتاح البواب السيسي سابقا هو جزء لا يتجزأ من جريمة بايدن وبنيمين نتنياهو بل هو موجود أصلا فوق مصر وفوق معبر رفح عشان ينفذ خطة عرضها بنيمين نتنياهو في 2006 على حسن مبارك بموجبها مصر تضيق الخناق على قطاع غزة وتغرق الأنفاق وتحاول مع إسرائيل تدمير حماس فرفضها حسني مبارك آنذاك فبيأتي عبدالفتاح السيسي في 2013 بعد الانقلاب العسكري عشان ينفذ الخطة الإسرائيلية اللي بنيمين نتنياهو عرضها على حسني مبارك في 2006 إيه اللي انتو بتقولو ده كلام ده حقيقة وواقع كل الشواهد اللي قدامنا بعد 60 يوم بتؤكد الكلام ده ما كنت شقدر أقوله في 7 أكتوبر في 8 أكتوبر لأن كان لسه الراجل بيقول تصرحات لكن بعد شهرين لا تبين لنا بما لا يدع مجالا للشك إن الراجل ده بينفذ خطة إسرائيلية وضعها أرييل شارود رئيس الوزراء الإسرائيل السابق الراحل اسمها كيفونيم كيفونيم هي خطة إسرائيلية بعنوان أو بالعربية اسمها الاتجاهات إيه بقى خطة كيفونيم وإيه دور عبدالفتاح السيسي في هذه الخطة خطة كيفونيم باختصار شديد زي ما قلت لك اسمها الاتجاهات أعدها جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 2005 لما رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارود قرر الانسحاب من قطاع غزة اللي كشف الخطة دي واتكلم عن دور السيسي فيها هو العضو الدائم في لجنة تنسيق مؤتمر هيرتزل يا رافي يلويان الراجل ده اتكلم سنة 2014 وقال عن الراجل ده عبدالفتاح السيسي إنه عمل كل ما نتمناه في هذه الخطة دون مقابل يعني الراجل يلويان ده قال إنه لما نتنياهو وشارون عرضوا الخطة على مبارك في 2006 مبارك كان طالب بعض الحاجات كان فيه مفاوضات كانوا بيحاولوا يعرضوا عليه حاجة لكن يلويان ده قال إن السيسي في 2014 لما بدأ تنفيذ الخطة الحياة ما مطلبش حاجة الراجل كان بينفذ الخطة زي ما شارون كتبها بالزبط وقبل شارون كان فيه جنرال آخر رئيس قسم التخطيط في جيش الاحتلال الإسرائيلي اسمه غيورة إيلاند غيورة إيلاند ده من 2000 ل2005 كان يعمل علن لإسرائيل بتشتغل عليه دلوقتي في قطاع غزة اللي هو جزء التهجير لما جاء أرييل شارون فهم إن خطة التهجير لا يمكن تحصل إلا لما مصر يبقى فيها رئيس زي ده اسمه عبدالفتاح البواب لازم الخطة تبدأ من مصر الأول وهنعرف إزاي أهداف الخطة والمراحل بتاعتها وإيه الجزء المتعلق بمصر هو مفاجأة الحقيقة كلنا كنا شايفينها العشر سنين اللي فاتوا بالمناسبة كنا بنتكلم عنها كل يوم لكن لما تضعها في الصورة الكاملة هتكتشف أنك بتتعامل مع رئيس خائن أو موظف لدى الاحتلال الإسرائيل هدف الخطة الاستراتيجي كان إيه كان خنق قطاع غزة أرييل شارون كان عايز يضيق الخناق على غزة وبالتالي أهلها ما يلاقوش قدامهم غير إنهم ما يتهجروا إزاي شارون كتب إنه عايز يعمل منطقة عازلة مع الحدود المصرية لمنع تزايد أي شكل للدعم القادم من مصر عبر الأنفاق واتكلم عن ملامح لهذه الخطة يبقى الهدفين الرئيسيين أنا عايز أخنق غزة وعايز أضمر الأنفاق أنا جاي لك في مفاجأة إن الراجل ده نفذ بالحرف اللي شارون طلبه خنق غزة عن طريق معبر رفح وغرق الأنفاق وهنتكلم دلوقتي بالتفصيل ملامح الخطة اللي طلبها شارون أو كتبها شارون في 2005 خطة كيف ونيم كانت إقامة منطقة عازلة على حدود رفح المصرية حلو تبدأ مرحلتها الأولى بتجريف مساحة ما بين 300-500 متر من الحدود إلى داخل رفح المصرية حلو وتحولها إلى ما يسمى عسكريا كيلينج زون منطقة قتل حلو حيث سيتم نشر أبراج حراسة مسلحة تطلق النار بشكل مباشر على أي حد هيدخل المنطقة دي دون إذن يبقى تبقى منطقة معزولة جوى مصر هيتم رصدها بوسطة أجهزة الرؤية الليلية والرؤية الحرارية وأجهزة الاستشعار الحرك يبقى هنا ملامح الخطة الأولية اللي شارون عملها في 2005 اللي نتنياهو عرضها على مبارك في 2006 ورفضها مبارك كان بيقول هجر لنا أهالي رفح يا باشا واخللنا جزء من رفح واعمل لنا منطقة عزلة واعمل إعادة انتشار للعساكر اللي موجودين هناك بشكل يحافظ على أمن هذه المنطقة ويؤمن إسرائيل المرحلة الأخطر في خطة كيف نيم اللي قالها شارون نشوفها مع بعض كان بيتكلم شارون أنه هو عايز إخلاء ما بين من 3 ل 5 كيلو بشكل كامل في المنطقة الحدودية وتحويل هذه المنطقة إلى منطقة عسكرية مغلقة وإخلاء السكان منها تمشي السكان اللي موجودين هنا الكلام ده حصل ولا هنعرفه دلوقتي طيب إسكان جنود مصريين رفع رواتبهم بشكل مغري لمنع الرشاوة حفر قناة لتصريف مياه البحر الأبيض المتوسط على طول 14 كيلو متر بالمناسبة النقطة دي اتعملت فعلا بعد 2013 قالك بنعمل بحيرات سمكية وراحوا جابوا مياه ملحة حطوها في البحيرات السمكية وبعد كده فتحوا الأنفاء وغرقوا الأنفاء كلها بالمياه الملحة الـ 14 كيلو دول هم طول الحدود المصرية مع قطاع غزة أريل شارون طالب إن الحفرة تكون بعمق كبير نشوف اللي بعده لو سمحته كان بيتكلم على عمق 25 لـ 15 متر وعرض من 5 لـ 10 أمتار كان الهدف إيه خلق تربة مهلهلة فوق الأنفاء لتدمرها ومنع حفرها بالمناسبة النقطة دي كتبت عنها تقارير في 2013 و2014 نداءات استغاثة من وزارة الداخلية في قطاع غزة التابعة لحركة حماس قالوا كلهم إن في نهيارات أرضية لأن التربة أصبحت مهلهلة فوق الأنفاق وحصل سقوط أرضي في أنفاق كثيرة ليه؟ لأن الرجل ده نفذ طلب الرجل ده بإشراف من الرجل ده وغرق الأنفاء ما بين مصر وقطاع غزة بالماء الملحة أو بمية البحر كمان أرييل شارون كان بيطلب مضاعفة النشاط الاستخباراتي المصري لمنع تهريب السلاح السوداني والإيراني إلى قطاع غزة وكان العرض إن إسرائيل هتقوم بتغطية كافة التكاليف المتعلقة بتعويج السكان المطرودين من مساكنهم وتدفع لهم مخصصات وتبسطهم آخر انبساط وتعمل مساعدات للجنود المصريين والكلام ده كله هل اللي إسرائيل طلبته هل اللي إسرائيل قالته هل اللي أرييل شارون كتبه وإنتنياهو عرضوا على مبارك السيسي نفذه ولا منفذوش هنا بنوصل للمفاجأة وهنا استكمال الصورة من 2013 تعالوا نشوف السيسي عمل إيه لإسرائيل من 2013 لـ 2023 بداية طوفان الأقصى أو بداية هذا الأدوان بعد 2013 لو نفتكر كده نرجع بالذاكرة السيسي والجيش المصري شنوا حملة عسكرية على سيناء حددوا هدف واضح مكان جغرافي معين وعدو واضح هو الناس الإرهابيين أو المسلحين وعمل شعار كبير قوي اسمه الحرب على الإرهاب خلي بالك بس عشان الكلام اللي بنقوله ليه علاقة بالستين يوم اللي فات إزاي الكتالوج اللي اتفق عليه السيسي مع إسرائيل هو فكرة إننا لازم يكون فيه ذريعة قوية في سيناء عشان نفذلكو ده أنا مش أعرف أهجر الأهالي ولا أخلي ولا أفجر ولا أقصف ولا أدمر ولا أعمل أي حاجة من غير ما يبقى فيه خطر صح مش كده إسرائيل دلوقتي بتقول إن حماس هي الخطر في غزة فلا يعرفة تعمل تهجير ولا تدمر ولا تقتل ولا تقصف ولا تعمل أي حاجة من غير ما حماس بتستخدم مستشفيات حماس بتستخدم مدارس حماس بتستخدم أراضي حماس بتستخدم كذا الله ده السيسي عمل ده بالنص في سيناء ده فيه تقرير ليهومن رايتس هوتش من سنة تقريبا ومؤسسة سيناء والجاردين نشرت إنه الراجل ده كان بيتكلم إن مسلحي تنظيم الدولة بيستخدمه المدارس وبالتالي كان بيقصف المدارس وبعدين هو سيطر على المدارس بحجة إنه مش عايزة تقع في إيد المسلحين بتقع تنظيم الدولة يبقى إحنا هنا كان عندنا تطابق تام في الطريقة وكأن السيسي كان بيقول لبن يمين نتنياهو أنا هنفذ خطة كيفونين بتاعة شارون في سيناء أو في شمال سيناء ولما تحتاج أنت تنفذها في غزة عندك الرول موديل عندك النموذج اللي أنت تشتغل به فبدأ عبدالفتاح السيسي ينفذ اللي أرييل شارون قاله بالحرف لما هجر أهالي رفحه الشيخ زويد هذا معدد كبير من المنازل وصل لـ 3,250 منزل تقريبا في هذه المنطقة حوالي 625 هكتار من الأراضي الزراعية أحرق عشش ومساكن البدو أخلى الشريط الحدودي بالكامل مع قطاع غزة وعمل بالضبط المنطقة العزلة اللي أرييل شارون طلبها فأصبح لإسرائيل دلوقتي تأمين بعمق عدد من الكيلومترات المنطقة العزلة دي مساحتها تقريبا 79 كيلومتر مجلس الوزراء في 2014 قالوا حكتين الناس اللي مش هتخلي الجيش هياخد الأملاك بتاعتها بالقوة وعملوا قانون ليه علاقة بالأنفاق إن الناس اللي هتشتغل في الأنفاق أو هتحفر أو هترتبط بالأنفاق ده هيحكم عليه بالمؤبد مباشرة وهتم التعامل معاه إنه بيشتغل مع دولة تانية وهنا بدأ السيسي المرحلة التانية في تنفيذ خطة شارون وهي إيه إحنا عندنا تاريخ طويل جدا من الأنفاق في قطاع غزة ما بين غزة وما بين مصر بادئ من سنة 1983 ومر بمراحل طويلة جدا وكتبت فيه دراسات وكتب متخصصة في نوعية الأنفاق أنفاق للتجارة أنفاق للمساعدات أنفاق للسلاح أنفاق للبني أدمين وهناك أنواع واختلاف وتسعيرة وكل حاجة في تبادل تجاري ما بين مصر وقطاع غزة في المنطقة دي عالي جدا بيصل إلى ملايين الدولارات سنويا حسني مبارك كان يعلم به وعندما عوتب من قبل الإدارة الأمريكية ذات مرة قال للمليش دعا بالأنفاق حسني مبارك كان بيعمل ده وكان سايب الأنفاق بتتحرك وكان سايب التجارة اللي في الأنفاق والسلاح اللي في الأنفاق فحسني مبارك كان معروف عنه ده السيسي لما وصل الحقيقة كان قدامه هدف قدامه وظيفة طلبت منه من بن يمين نتنياهو ومن أرييل شارون انت لازم تنفس خطة كيفونين عبدالفتاح السيسي لما وصل قرر أنه يبدأ يغرأ الأنفاق يعني إيه سنة 2008 و2009 حصل تدريب من البنتاجون الأمريكي ونشرت هذه الأخبار على موقع وزارة الدفاع الأمريكية وعلى وسائل إعلام أمريكية تحدثوا أن حصل تدريب من الجيش الأمريكي للجيش المصري عن طريق شركة معينة فيها أجهزة متخصصة في تتبع الأنفاق فيها مجسات وحاجات بتعرف النفق ده قد ايه بيتحفر ولا لا حصل فيه والكلام ده كله وتقنية عالية جدا تم تجديد عقد الشركة دي الأمريكية في 2013 بعشرة مليون دولار عشان تكمل شغل مع الجيش المصري في فكرة استكشاف الأنفاق إذن عبدالفتاح السيسي قوات المسالحة المصرية مؤهلين إنهم كانوا يتعاملوا مع الأنفاق تعامل احترافي وفيه فلوس مدفوعة من الولايات المتحدة الأمريكية لكن هذا الرجل اختار الخيار مش الأصعب اختار الخيار المدمر والأسهل عشان ينفس خطة أريل شارون إفرد لي يبني على طول الحدود مواسير ومضخات هات لي مية بحر اعمل لي أحوات سمكية غرى الأنفاق كلها بمية البحر الملحة وبالفعل اشتكى أهل غزة اشتكت الداخلية الفلسطينية أكثر من مرة من سقوط وانهيار أنفاق كثيرة دمر عبدالفتاح السيسي والجيش المصري الأنفاق على الحدود مع قطاع غزة بشكل كبير جدا وما تكلموش في موضوع الأنفاق طب التجارة طب الكلام ده لا السيسي كان جاي عشان ينفذ المخطط الغريب في الموضوع في حاجتين الإدارة الأمريكية على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في أكتوبر 2014 لما بدأ عبدالفتاح السيسي ينفذ خطة أرييل شارون الإدارة الأمريكية في الوقت ده بدأت توصلها شكاوى حقوقية إنه السيسي بيهجر ولاد بلده إن السيسي بيهجر الشعب المصري يا جماعة الحقونة يا جماعة فيه تهجير يا جماعة هي من رأي تسقوطش عمل التقرير اسمه بحثه عن وطن آخر يا جماعة ده السيسي بيمشي الناس من شمال سينة من رفح من الشيخ زويد بيوديهم الإسماعيلية والقاهرة وست أكتوبر والعشر من رمضان ده بينشرهم في البلد كلها طيب الإدارة الأمريكية قالت إيه عن الموضوع ده؟ قالت حكتين نحن نعلم بالخطر الكبير والتهديد العظيم الذي يواجهونه في مصر على إيه؟ على تنظيم الدولة والعمليات الإرهابي التعليد ده أنت سمعته كتير الشارين اللي فاتوا صح؟ نحن نعلم بالخطر الذي يواجه إسرائيل في قطاع غز؟ طيب تعليق التاني الإدارة الأمريكية في أكتوبر 2014 المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال إيه على موضوع التهجير؟ قال لك لمصر كامل الحق في اتخاذ الإجراءات التي توفر لها الحماية الله لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها قال لده أنتوا متعودين بقى جماعة ده جو بايدن متعود والإدارات الأمريكية المتعاقبة متعودة أنها تقول الكلام ده أيامها كان أوباما قال لده أنتوا يعني ما عندكوش مشكلة مصر ليه حق الدفاع عن نفسها إسرائيل ليه حق الدفاع عن نفسها فخلاص هجر الناس وقتل الناس ودمر الناس وعمل كل حاجة وبالتالي الإدارة الأمريكية ما كانش عندها مشكلة في اللي بيحصل نفذ عبدالفتاح السيسي الخطة على أكمل وجه واللي حصل دلوقتي أنه بيقول لإسرائيل شوفوا أنتوا قدامكم نموذج لطيف جدا عايز تهجر ناس لازم تضغط عليهم عشان تحركهم كويس؟ ولما تهجرهم إيه وعا ترجعهم تاني وده اللي السيسي عمله قال إنه هو صرف 650 مليار جنيه على تنمية سينة بس مرجعش أهلها وده السؤال هو صرف الفلوس دي عشان مين؟ الحقيقة مش عارفين لكن حذر فذر إيه اللي بيحصل في الساعات القليلة الماضية؟ موقع وولستريت جورنال الأمريكي بينشر تقرير بيقول إن الجماعة دول يا جماعة قريين على مش عايز أقول على شيخ واحد بس شاربين من مسأة واحدة هي نفس الحاجة نفس الطريقة إيه اللي حصل؟ نشوف الخبر الجاي كده اللي وولستريت جورنال بتقول فيه إن إسرائيل بتستعد لإغراق الأنفاق في قطاع غزة بمياه البحر تقرير إسرائيل تدرس إغراق أنفاق غزة بمياه البحر وولستريت جورنال بتنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إسرائيل أقامت نظام كبير من المضخات قد يستخدم لغمر الأنفاق التي تستخدمها حماس أسفل قطاع غزة في محاولة لإخراج مقاتليها ذكر التقرير الصادر أمس أنه في منتصف نوفمبر تقريبا أكمل الجيش الإسرائيلي وضع ما لا يقل عن خمس مضخات على بعد ميل تقريبا إلى الشمال من مخيم الشاطئ للاجئين يمكنها نقل ألاف الأمطار المكعبة من المياه في الساعة وإغراق الأنفاق في قدون أسابيع مين يا جماعة اللي أشار عليهم بالفكرة دي الله إيه حالة النجاح اللي موجودة في إغراق أنفاق رايحة لقطاع غزة أو موجودة في قطاع غزة تفتكروا إسرائيل جابت الفكرة الغريبة دي منين إنه يغرق الأنفاق ما هو بقاله شهرين بيحاول يشتغل على الأنفاق بيحاول يمسك حد من القسام بيحاول يمسك حد من حماس بيحاول يقتل السنوار ما هوش عارف يعمل حاجة طب نعمل إيه نتصل بصاحبنا اللي نفذ جزء من خطة كيف ونيم اللي حطاها ريال شارون في مصر اللي هو مين عرفتاح البواب أيوة يا عبدو عايزين نقضي على خماس الموضوع سهل يا ابني نعمل إيه نغرقها إزاي بمية عزبة مية عزبة إيها مغفل غرقها بمية ملحة زي ما أنا عملت بالزبط هو السيسي عمل كده فعلا تعالوا نشوف الخبر ده اللي بيحكي لنا على إن الجيش المصري يستأنف إغراق أنفاق قطاع غزة 30 أكتوبر 2015 كان بيتكلم عن استكمال الجيش المصري للمهمة العظيمة بتاعته أيامها كنا بنقرأ الخبر كده استأنفت السلطات المصرية إغراق الأنفاق المنتشرة أسفل الشريط الحدودي مع قطاع غزة مش كده لكن النهاردة هنقرأه زي استأنفت السلطات المصرية تنفيذ الجزء الخاص بها من خطة كيف ونيم الإسرائيلية لخنق قطاع غزة عن طريق إغراق الأنفاق المنتشرة أسفل الشريط الحدودي مع قطاع غزة النهاردة نقدر إن إحنا نقرأ الخبر بالشكل ده نقدر إن إحنا نعرف إن النظام المصري كان بيعمل إيه العشر سنين اللي فاتوا نقدر إن إحنا نشوف عبد الفتاح السيسي كان بينفذ أي مخطط وأي خطة لإغراق الأنفاق المصرية في محلل عسكري إسرائيلي في موقع هارتز كان بيتكلم عن عبد الفتاح السيسي في 2016 وقال الحقيقة إن عبد الفتاح السيسي استطاع أن يقضي على الأنفاق بين مصر وقطاع غزة بشكل أكثر وأقوى تأثيراً مما فعلته إسرائيل عندما كانت تحتل أو تدير قطاع بس الإسرائيليين نفسهم لا يخفوا إعجابهم باللي عمله عبد الفتاح السيسي في تنفيذ خطة كيفونين الإسرائيلية وبالتالي إحنا أمام راجل على رأي وزير الطاقة الإسرائيلي شانس في ندوة عملها في بير السبع في 2016 قال نصاً أن إسرائيل طلبت من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إغراق الأنفاق بين مصر وغزة وقدفعها وبالتالي خلص عشان تبقى الصورة واضحة عندنا خطة إسرائيلية اسمها كيفونين عندنا خطة إسرائيلية بتاعة غيورة إيلاند وعندنا كل التفاصيل الإسرائيلية اللي تكلموا عنها في الشهرين اللي فاتوا في موضوع تهجير الفلسطينيين نعيد كده مع بعض بالذاكرة معهد الاستراتيجية والأمن القومي مائير بن شبات ارجعوا للحلقة يوم 24 أكتوبر وزارة الاستخبارات الإسرائيلية في اجتماع 13 أكتوبر والوثيقة اللي استعرضناها مع بعض مقال وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية جيلة جملائيل واللي اتكلمت فيه عن الاجتماع اللي حصل يوم 13 أكتوبر كلهم بيقولوا هنهجر الفلسطينيين لقطاع غزة السيناريو الأقرب دلوقتي بعد المعلومات اللي استعرضناها مع حضرتكو إن إسرائيل ستزيد الضغط على الشعب الفلسطيني حتى يذهب 100 ولا 200 ولا 300 ولا نصف مليون فلسطيني عند معبر رفح عندها يظهر عبد الفتاح السيسي الأب الحنون الزعيم العربي القوي الخالد الإنسان اللي هيفتح معبر رفح عشان يستقبل إخواتنا الفلسطينيين لإنما يصحش نسبهم في العراء سينة موجودة مدينة رفح الجديدة موجودة 650 مليار جنيه اللي أنا بدأت أشك إن هو اللي دفعهم يمكن إسرائيل تكون هي اللي دفعهم الله أعلم كله موجود يا جماعة والمنطقة فضية والسيسي واضح إنه كان بينفذ مخطط إسرائيلي من عشر سنين عشان اللحظة ده هل ده لا يحصل؟ لا أتمنى أنه يحصل أتمنى أن يتوقف العدوان الآن وهل لا يخرج فلسطيني واحد من أرضه إلى مصر ولكن اللي بيحصل دلوقتي قدامنا بيثبت بما لا يدع مجال الشك أن عبد الفتاح السيسي هو موظف لدى الاحتلال الإسرائيلي